خلينا نكمل حكينا إذا بدأعمل dot to upper معناها أنه اطبع لي كل الرموز الموجودة داخل السترينج على شكل capital letter dot to lower أنه بعطيك كل الرموز اللي بالسترينج على شكل small letters to lower بعمل له small بس تنتبه أنه ما بيغير القيمة هاي أعطانيها كلها to lower في عنا dot trim dot trim شو بعمل؟ بحذف كل الفراغات اللي بأول لسترينج وآخر شو بعمل؟ هاي حذف للفراغات اللي كانت بأول لسترينج حذف للفراغات اللي بآخر لسترينج dot trim خلينا نطبق بعض الشغلات طبع هاي الفراغ هذا ما رح يحذفه هو طبق على مين؟ على ST1 لما طبع لهيك طبع فراغات بعدين trim of character 1 بعدين مدموج ST1 dot trim الفراغات الموجودة بST1 شعلها طبعني مباشرة شحطة شحطة سالم إذا انتبحتو trim بشيل الفراغات اللي بأول نفتوشي على الفراغات من المسعبات طب في عنا بالسلايد هذا السلايد شايفين هذا مثال طبعا أنا هاي السلايدات السلايدات بدون تعديل الدكتور رعد كو رأيكو أحطلكو السلايدات بدون التعديلات بدون زيادة ولا أحطلكو السلايدات اللي حطيتها هاي السلايدات بتكون أصغر هاي السلايدات أغل يعني لو نشرع هاي السلايدات صرنا ماشيين أكثر صراحة الدكتور رعد طب دكتورة بتقضي الغرض هي آه بتقضي بس كثير هو بحط تفاصيل حتى بلاقي حط الأشياء قبل موعدها صحيح فيه أشياء بحطها قبل موعدها ترجع تندكر بعدين شوف هذا المثال A مدموج مع B, C, D دوت ترم AND يعني مدموج مع E, F, G شو رح يكون جوابه بتتوقع A اللي ترمع مين رح تتطبق رح تتطبق على دمج بدمج A مع B, C, D بعدين بيطبق ترم ولا بيطبق لترم على B, C, D وحرفنش يعني ترم الترم يعني إحدث الفراغات مش من الوسط من أول وآخر لسترين نعمرن ونشوف لاحظ وين مين تطبق لترم A B, C, D A B, C, D بعدين الناتج دمجه مع A دمجه مع مين E, F, G طب خلينا نعدل كمان شوي لاحظ لترم أول شي تطبق لترم لو جيت حطيت هون كمان فراغات تتأثر شو رح النتيجة تكون شو بتتوقع شو رح يحدث A, B, C, D بدون فراغات A بتطبق لترم عمين ع B, C, D رح يطبق لترم ع B, C, D شو يعني لترم يعني يحدث الفراغ من أول لسترينج وآخره وين لسترينج رح يحدث له الفراغ B, C, D بدايته ونهايته بيحدث الفراغات بعدين بدمج مع A سير A, B, C, D فراغ E, F, G ما رح يطبق عليها نعمرن شايفين فراغ E, F, G طب بدي أعدل شغلة ثانية عشان أتأكد إنه هو دمج نضيف فراغات لأي ونشوف كيف النتيجة رح تصير لاحظ كيف النتيجة صارت فراغ A, F, R, A, F, R طبق عليها لترم لا من هاي شو انتبهنا إنه لترم رح يطبق بس على B, C, D شال من هالفراغات طب وينن أجه هذا الفراغ من الايه ليه هاي قبلها فراغ وبعدها فراغ طل زي ما هو دمجه مع B, C, D بعدين دمج النتيجة مع فراغ E, F, G طب لو بدي يدمج بعدين يعمل ترم شو بحط شو قلنا دب دغير الأولوية شو بعمل شو بعمل بحط أقواس بحط أقواس إذا بدي يدمج طب إذا دمج إذا عطيتك إياها قلت لك وست the output آه دمجت بعدين عملت ترم مين يحكي لنا شو الجواب الفراغ اللي عند برح يدمج بالأول لعني حطيت أقواس A, B, C, D فراغ شو رح يصير النتيجة A, B, C, D فراغ A, B, C, D انتبهوا شو رح يصير النتيجة A الفراغ اللي قبل A نحن قلنا اللي بالأول والآخر بحذف A الفراغ اللي قبل بحذفه بس الفراغين اللي بالنص هدول صارن بالنص بعد الدمج الفراغ اللي بعد A والفراغ اللي قبل B صار بالوسط رح يحذفن لا هيك بتصير A فراغين B, C, D الفراغ اللي بآخر رح ينحذف لأنه ترم بعدين رح يتمجو فراغ مع E, F, G تترم ينحذفن اه كيف كيف ايه بقول لي الفراغ هاد بقولك ما أنا عاملي الدمج بالأول أنا بالأول لحاجه صارن حذفن الفراغين بالوسط صارن بالوسط مش صارن على الأطراف الترم بيحذف الفراغات اللي على الأطراف بداية ونهاية طيب فهمنا الترم فهمنا length length بعطينا الطول شو يعني طول يعني عدد الرموز مع الفراغات مع كل إشي بعد to upper شو بعطيني string كل أحرف وكذا بس انتبهوا أنه الأصل ما تغير يعني لو رجعت طبعة st هاي بعد ما عملت to upper لو طبعة st نفسه مرة ثانية طاحت قلت لك st to sawi st1 to sawi قيمة st بدون to lower بدون to upper st1 to sawi شوف طبع لياها كابيتل كلها كابيتل لا طبعها زي ما هي إذا بدي تتغير تصير كلها كابيتل المفروض أعمل عملية إسنال كيف أعمل عملية إسنال؟ أجي أحكي st1 to sawi st1 dot to upper هي كالنتيجة اللي هي اللي حولها لكابيتل رجع خزنها بst1 بصير st1 بهاي الحالة بتصير كابيتل هاي نعمل run شو صارت؟ صارت كابيتل بس يد استخدام dot to lower أو dot to upper بدون ما تسند ما ترجع تسندها القيمة للمتغير نفسه بيظار زي ما هو بس باللحظة هاي بعطيك to upper بعطيك كل أحرفة كابيتل بس شوفنا بدون معمل إسناد كيف طبعلي st1 زي ما هي إذا بدي تتغير وريتك إنك بتعمل st1 dot يساوي st1 dot to upper يعني النتيجة اللي هي كل أحرفة كابيتل أسندها لst1 صارت st1 بهاي الحالة صارت تغير خلينا نرجع نكمل هون همنا التلور وتقبر تلور بعطيك كل الأحرف كابيتل تقبر شو بعطينا؟ كل الأحرف كابيتل اللينكت بعطينا طول الترم بيحذف الفراغات من البداية ونهاية من البداية والنهاية ولاحظ هون أعطاك بالمثال ما دمج بعدين عمل الترم؟ لا عمل الترم على كراكتر 1 بعدين النتيجة دمجها مع ترم أوف كراكتر يساوي لهيك لحط الفراغات هاي بالأوتبوت ظلت موجودة طب نشوف الإندكس أوف الإندكس أوف فانكشن طبعا هذا مثل الإندكس أوف مش خاصية مثل شو الإندكس أوف بعطيه؟ بعطيه رمز وبعطيني وين أول ظهور للسبسترنج داخل السترنج الأصلي بعطيه سابسترنج وبقوله رجعلي الإندكس الإندكس اللي هو ترتيبه داخل لسترنج بعد شوي لما نمشي بالماد رح نشوف إنه لسترنج هذا مخزن جوه الكمبيوتر إلو أرقام الكراكترز اللي موجودة إلها أرقام نسميها إندكس الكراكتر الأول بيكون الإندكس إلو زيرة الكراكتر الثاني نتبهوا كيف الإندكسينج الإندكسينج هاي لما نحكي عن السترنج السترنج هو عبارة عن مصفوفة من الرموز شو عبارة عن إيش السترنج؟ هو عبارة عن مصفوفة من الرموز شو هي مصفوفة من الرموز؟ يعني مجموعة رموز تتمثل داخل الكمبيوتر وراء بعض كل رمز بأخذ رقم ترتيب داخل السترنج أول رمز بالسترنج بيكون ترتيبه كم كم الإندكس إلوه؟ هذا الرقم اللي بمثل ترتيبه منسميه إندكس أو سبسي كريب الرمز الأول بيكون الإندكس إلو زيرة الرمز الثاني واحد الثالث اثنين الرابع ثلاث الخامس أربعة السادس خمسة السابع ستة وهكذا لآخر رمز بيكون الطول ناقص واحد لأن أنا بلشت الإندكس من زيرة عرفنا؟ الفنكشن إندكس أوف بعطيه سهب سترنج بحكي هاي مثلا name one dot index of جلال يعني وين أول ظهور لجلال بدايته طبعا أول إندكس لأول حرف فيه داخل name one نيجي نشوف جلال وين موجود عد zero one لاحظ zero بلشت العد zero one two three four five six جلال موجودة داخل name one ابتداء من إندكس ستة إذن ها جوابها ستة رح يكون رح يكون جوابها رح يكون جوابها ستة شفتوا منين أجت الستة؟ طب إذا مش موجودة بعطيك سالب واحد شفتوا كيف؟ name one of index of جلال تساوي ستة نين أجت الستة؟ شفتوا كيف عدت قدامكم؟ عدت منين؟ من zero يعني لو قلتلك هذا الرمز واحد شو الإندكس إله؟ قل لي zero طب هاي الرمز خمسة شو الإندكس إله؟ أربعة طب الفراغ هال الإندكس إله خمسة لو قلتلك جي شو الإندكس إله؟ بتعد ابتداء من zero رقمهن انت فوقيها رقمهن لو أنا على اللوح برقم الكل إياها zero one two three برقمهن بحطة الفراغ بحطة الفراغات بتعطيه رقم خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر ره دعش اثناعش يعني لو قلتلك الإندكس إله خمسة هون بكون اثناعش لأول ظهور لو تكررت كمان لا هو بعطيك أول واحد الإندكس لأول ظهور إلها شو بعطيك؟ الإندكس إله لأول ظهور نشوف شو صغتها اسم السترينك الكبير اللي بدعرف الإندكس إله سابسترينك داخله سابسترينك بحطه بين أقواس name1 dot index of جلال نأخذ المثال اللي عنا المثال اللي عنا هاي لو جيت بدي أخذ index of خلينا ركز على الإندكس of بدي أحدث أدوار هاي نيه شو اسمه السترينك st1 dot شوف شو الصيغة st1 dot index of بدي أدور على الشحطة هاي الشحطة الشحطة انت رح تعرف تقريبا إذا عرفت عدد الفراغات فتعنن أربعة أو خمسة 1 2 3 4 5 5 6 يمكن ثلاث فراغات هذول إذا ثلاث فراغات بكون 0 1 2 3 إذا كانن ثلاث فراغات هاش رح نشوف شو رح يعطيني ثلاث ليش ثلاث لأنه هون في ثلاث فراغات ترتيبهم 0 1 2 بعدين أول ظهور للشحطة عند الإندكس ثلاث كيف طلعت ثلاث طبعا أنا قدرت تقدير بناء على اللينكت اللي أعطاني يا 28 بناء لأني عديت عدد الحروف عدد الرموز وعدد الفراغات هاي اللي بالداخل واحدة 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 قدرت أنه هاي أصغر من هاي قدرت أنه هاي اثنين وهاي ثلاث أنا حاسب الثمانية وعشرين كديش الفراغات ليه قلت الله أنه هضرت هاي الفراغات طيب لو جيت قلتلك أعطيك أمثلة كمان عالإندكس أوف أنا عامل رن ذكروني لوما لما عامل رن أرجع أسكر الشاشة الإندكس أوف قو قو شو بتتوقع هاي هاي طلع زيرو وان تو ثلاثة أربعة الفراغ خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة هداعش اثناش قو رح يعطيني اثناش هاي ثاني ايش اثناش بس أهم إشي تنتبه إنك ترقم من الصفر طيب لو قلتلك بدي أسعلك سؤال قو قو هاي موجودة داخل الصفر لا بعطيني سالب واحد شو بعطيك إذا مش موجودة الصفر داخل الصفر شو بعطيك الإندكس أوف بعطيك سالب واحد يعني إنه مش موجود لأنه حالة الحرف بالصفر قلنا مهمة اللغة مش حساسة لحالة الحرف بس بالصفر حالة الحرف مهمة هي مش حساسة لحالة الحرف لو ما تكتب الـ identifiers لو ما تكتب الـ keywords طبن زي ما بدك أنت حر بس لما بالـ string كل شي بين double quotation زي ما هو راح يضل حالة الحرف مهمة بالـ string شوفنا شو يعني index of مهمنا شو يعني index أول إشي الـ index إنه كل رمز داخل لـ string إلو ترتيب هذا الترتيب بمثله رقم منسميه index أو subscript أول رمز بكون الـ index إلو zero هيك بترتب الـ function index of بعطيك ترتيب الـ sub string داخل الـ string أول ظهور إلو الـ index لأول ظهور إلو إلو تكررت هاي الشحطة قبل شوي تكررت كمان مرة وتكررت تكررت مرات كثير وعطاني ثلاث لو حطيت له شحطة شحطة رح يعطيني ثلاث إنه هذا هذا sub string أول ظهور إلو بدايته عند الـ index ثلاث لو قلت له شحطة 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 شو بعطيك؟ بعطيك سالب واحد طب ليش سالب واحد؟ طب بقولي ما فيش ثلاث شحطات؟ بقولك ما فيش ثلاث شحطات ورا بعض في ثلاث شحطات ورا بعض بالـ sub string؟ لا، إذن بعطيك سالب واحد أين نوريك شو أعطيك؟ سالب واحد ما في ثلاث شحطات ورا بعض في شحطين ورا بعض بس ما في ثلاث ورا بعض لو أعطيتك أمان كلها small أعطيتك أمان بشكلها زي ما هي ظهرات بشوف بين الاندكس 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 لو أعطيتك أمان أول ظهور بداية بدايتها مش آخرها الاندكس لأول حرف بالsubstring إذا كان موجود إذا كان موجود كل أحرفه بشكل متتابع شفت الشحطة شحطة طالي ثلاث إذا قلت له شحطة 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 طالي سالف واحد لأنه ما فيش بالsubstring كله ثلاث شحطات وراء بعض انتبهنا طيق عرفنا شو يعني index of خلينا نكمل نشوف شو كمان ضلعنا ضلعنا السubstring ضلعنا السubstring السubstring من اسمه بقول st1 dot substring مثلا نشوف مغطينا على السubstring طيق substring بأخذ two inputs السubstring بعطي أول شي string dot string dot انتبهوا string اللي بدي أخذ منه substring dot substring الميثود substring اللي تشتغل عن string بعطيها two inputs شو هن ال-inputs رقمين صحيحين شو هن رقمين صحيحين طيب شو ممثلن هدول الرقمين الصحيحين بالsubstring الرقم الأول بيمثل بداية بداية السubstring طيب شو يعني بدايته يعني ال-index داخل السترين عند ال-index أربعة بلش من ال-index أربعة من str1 ال-6 بتمثل طول السubstring شو بمثلن الرقمين الأول البداية والثانية طول طيب شو يعني بدايته يعني ال-index لبدايته ال-index لبدايته ال-6 الطول يعني لو قلتلك هالسع cut string شو رح يكون من str1 هاي str1 تقل ذا فراغ cs شحطة 101 فراغ 9 طب رقمني اياهن التي شو رقمها شو ال-index نفسلها 0 0 h1 e2 الفراغ 3 4 5 4 لاحظ ال-4 شو طلعت حرف c يعني اخذ substring ابتداء من index 4 يعني رح يبلش من index 4 يديش طول substring 6 إذن شو رح ياخذ cs 101 حياه طبتوا شو طلع السubstring cs 101 طب ليش طلح حياهن لأنهو أنا قلت له خذ ابتداء لل-index 4 substring بطول 6 من مين ياخذو من str1 لاحظ اخذو من str1 اخذ substring هاي معنى str1 dot substring طبق فكرة substring شو يعني substring يعني جزء من string يعني أنا بداخد جزء من string str1 ابتداء من index 4 بلش من عند index 4 وخلي وطول substring اللي بدك توخله خليه يكون 6 طب إذا تطلع ما ضلش 6 بلش من 4 بس ما ضلش 6 هاي خلينا نطبقها خلينا طبقها خدر ال-index off بداخل st1 dot sub string حات الحرف مش مهمة قلنا بال-coding بال-identifier بس بال-string لا حات الحرف مهمة sub string قلنا شو بأخذ بأخذ string بأخذ sub string زي index off واخذ string ودور علي اعطاني رقمه وين موجود وإذا مش موجود اعطاني سالب واحد بال-sub string لا بأخذ رقمين قلتلك ابتداء من فراغين بداء من ال-24 بطول اثنين بطول ثلاث خلي ال-24 على فكرة 27 26 25 24 24 رح يأخذ أنا بمشي عكسي ليش ليش بديش أمشي من غاد لأننا قبل شوي لو معمنا اللينك فأعطاني 28 28 لأنه أنا ببلشت من الصفر ال-index لآخر حرف آخر رمز رح يكون 27 وهون في عندي فراغين 27 26 25 24 24 ماسهل علي من ما أبلش من الأول وريك لأن أنا عارف إنه هنا طول 28 إذا مش عارف أنت بدك تبلش 0 1 2 3 لحد ما تصل لعندي 24 24 24 الشحطة هاي بطول 3 رح تكون شحطة شحطة فراغ شو رح هي أخذ شحطة شحطة فراغ عمر ران شفتوا شحطة شحطة بس الفراغ مش نبين لأنه فيش شي وراه طب لو قلتلك بطول 4 بتكون شحطة شحطة فراغ فراغ طبعا فراغ فراغ ما رح تشوفوا لأنه فيش شي وراه شحطة شحطة فراغ فراغ لو دمجت لها عبارة شوفوا عشان أوريك إنه فيه فراغ ين بتدمج وراها مثلا نص هيك بصير ولا بصير عشان أوريك إنه فيه فراغ ين لاحظوا فراغ ين بعدين شحطة شحطة بعدين فراغ بعدين دمج لي طيب خليني لو قلنا بطول فراغ خلصن بطول أربعة طيب لو قلت لك بطول خمسة بعمل إرار إشي بعمل إرار بعمل إرار شوفوا 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 صار بلشت من 24 ما ضلش غير أربع حروف 24 25 26 27 لو معطيته رقم أكبر أعطاني إرار شو عمل لي عمل لي إرار شكرا 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 إذا كان إذا أعطيته رمز وهذا الرمز يعني طول السبسترينج الموجود كان أقل شكرا يعني هون بلشنا من الأربعة بطول ستة لو قلت له طول عشرين بعطيني runtime error فاعمل لي error لازم يكون الطول بحدود لسترينج الموجود إذا بلشنا من النقطة اللي احنا فيها أقدر أخذ السبسترينج بالطول المطلوب إذا زدت بعطيني error في عنا رح نأخذ الconcatenation and abending يعني concatenation يعني أدمج بين two strings طبعا احنا عملنا عملية الدمج بالlist box كنت أدمج باستخدام إشارة الاند يا باستخدام إشارة الاند أو باستخدام إشارة الجمع هاي عملية الconcatenation رح نأخذها بس رح نأخذ لها قواعد the empty string بحكينا عن empty string كيف بدأ بتعمل the string empty إحنا تعلمنا إذا عرفت string them as t as a string بدون ما تغطي قيمة بتكون قيمة nothing طبعا القيمة nothing نبهتكو إنها مش empty string القيمة nothing مش empty string وممكن تعمل لك run time error إذا استخدمت the string بدون ما تغطي قيمة أما the empty string لا ما بتعمل لي error مستحيل تعمل لي error وهي إلها قيمة معينة رح نشوف شو يعني empty string رح نشوف the initial value of a string اللي هي nothing رح نشوف the widening and narrowing في عنا string literal شايفين الترتيب مش صح يعني شرحنا عن methods كلها بالstring وإحنا بعنا مش شرحنا شو عن string literal شو عن string variable اللي هي كالترتيب صار فيه غلط بالسلايدات شو هو the string literal وما نحكي عن the string literal اللي هي القيم النصية قيم نصية اللي هي قيم بين double quotation أي قيم بين double quotation هي مجموعة من الرموز خليط بين الأحرف والأرقام والرموز الخاصة بين double quotation بنسميه string literal طب شو يعني string variable اللي هو اسم متغير اسم مكان بالذاكرة لما تعرف متغير name st1 شو ما سميته المهم تنطبق عليه شروط تسمية الidentifier لما تعرف them name as string الname هاد هو string variable ما بحطوا بين double quotation انتبهوا لstring variable ما بحطوا بين double quotation شو لاشي اللي بحطوا بين double quotations الstring literal القيم النصية القيم النصية نعم دارف كتير نعنهم قبل شوي آه ما أنا بحكي ترتيب السلايدات مش صح شرح بس بدا مش بالسلايدات بس ال declaration ما نمشي هنا بسرعة them first name as string كيف عرفت متغير من نوع string them بعدين اسم المتغير هاي first name ولاحظوا ما في فراغات ما بسير حط فراغ إذا أكثر من كلمية بحط ببلش الكلمة الثانية capital letter بحرف capital أو بحط بنتن underscore بس لا تحط فراغات إذا بدك تسمي identifiers أكثر من كلمة as data type اللي هو string وحكي عنا by default ال initial value nothing إذا استخدمت المتغير من نوع string قبل ما أعطي قيمة بعملي run time error انتبهوا رح يعمل لك run time error لازم بالأول تعطي قيمة كيف بعطي قيمة عن طريق جملة إسناد إما عن طريق text box أو إسناد عادية first name تساوي fred هاي الحالة صارت قيمة first name هي string literal fred you can declare a string variable and assign it a value at the same time تقدر تعرفه وتعطي قيمة بنفس الجملة والmultiple declaration اللي تحلمته على الانتجر والكراكتر بنفس الطريقة كمان بنطبق على the string then first name as string يساوي fred هيك أنا عرفت first name وعطيته قيمة ابتدائية اللي هي fred let str be a string literal or variable then إذا بدأ تطبع the string داخل list box باستخدم list box dot items dot add بين أقواس string هاي بضيفتها إنه يطبع قيمة المتغير str داخل list box يضيف فك item هو بضيف لاحظ ليش list box dot items dot add list box القيم اللي بضافة فيها هي تحتبر قيم مضافة بظل يضيف عليهم ما بيحذف لهاك بحكي items dot add of str display the value of str in the list box معطينا مثال هون dim str as a string تساوي سالم اللي قبل شوي يعطانا إياه بعدين قلي list box dot items dot add of str شو رح يصير قيمة str اللي هي سالم in c s شحط 101 class رح يظهرها داخل list box طب وين أول بالآخر رح يضيف على القيم الموجودة يعني إذا كان في قيم مسبقا بالlist box بتظلها موجودة وبضيف آخر قيمة على list box شو هو المت string لاحظ كيف بعمل المت string المت string بتحط لي double quotations فاضية بتقول مثلا dim as t as string يساوي بتحط double quotations فاضي هيك ببطل nothing بصير string فاضي ببطل nothing ولو استعملتم ما بعمليش runtime error بستعملوا على إنه string فاضي شوفوا شوه اللي string الفاضي بحط empty string اللي هي double quotations which has no characters يعني double quotations وبحطش بين الداخلهن ولا character ولا حتى الفراغ ولا حتى فراغ إذا حطيت فراغ بكون في رمز لو قصد طوله بتلاقي طوله واحد إذا حطيت فراغ بس إذا قصد طول ال empty string بتلاقي zero لاحظ is tall the empty string or the zero length string يعني لو قلت st a.link بيجي بعطيني zero ال empty string مباشرة بكون length إلى zero واتذكر الصيق st dot length st dot upper st upper st dot lower st dot trim ممكن حط لل st يكون متغير ممكن يكون string literal عادي the statement لاحظ هاي listbox dot items dot add يعني بتضيف على listbox empty string هاي شو نتيجتها نتيجتها انه بترك سطر فاضي شو بعمل ما بيحذف اشي من ال list شو ال item اللي ضافه empty string رح اضيف وإحنا بنعرف بالlistbox بضيف كل قيمة بسطر مستقل بما انه بتضيف empty string بسطر مستقل شو بصير يعني عندي بصير عندي سطر فاضي يعني اذا بدك تترك أسطر فاضية بين ال output بالlistbox حط هاي العبارة listbox dot items dot add بين اقواص double quotations فاضية empty string skips align in the listbox skips align يعني بترك لي سطر فاضي the contents of a textbox can be clear إذا عندي textbox وبدأ أحذف محتوياته مش listbox textbox شو بكتب textbox dot clear في طريقتين لحذف محتويات textbox textbox dot clear أقواص فاضية أو بتكتب textbox dot text يساوي empty string إذا سندت لنص textbox empty string بصير هذا textbox فاضي أو بتقول textbox dot clear طب listbox بقدر عمل له clear آه listbox dot items dot clear وأقواص فاضي listbox كيف تعمله listbox لاحظ هاي الجملة خايت جملة قلنا شو معناها معناها انه يترك سطر فاضي بالoutput شوف ترك سطر بين العبارات طب إذا بد عمل clear للlistbox بشيل بس كلمة add clear بحط بدل add clear خير خير هاي شو بتعمل تمسح محتوى كتب textbox جلي جملتين إما textbox dot clear أقواص هاي ل listbox listbox بتكتب listbox dot items dot clear أقواص textbox لا شو بتعمل شو بتعمل شو بتعمل قلي textbox dot clear أقواص فاضية أو الطريقة الثانية textbox dot text تساوي double quotation امت string طريقتين في للtextbox listbox لا طريقة واحدة string variables and assignments كيف نسند نسند عافية دكتور دكتور خلينا خلص بس هذا اللي سلايد عشان المرة جاي نكمل كيف منسند قيمة them str bar one as string you saw hello them str bar two as string you saw goodbye وبقدر ادمجي بجملة واحد them str bar one as string you saw hello فاصلة str bar two as string you saw goodbye ومنقدر نسند متغير لمتغير آخر زي ما أحكي str bar two تساوي str bar one مين يحكي لها شو معناها يعني قيمة string bar one بدي يسند مين اللي بتغير اليمين ولا اليسار جملة الاسناد اليسار اليسار رح يتغير يعني بأخذ قيمة str bar one بيحط وين bar two يعني bar one ما بتغير بيظل hello و bar two شو بصير تمان hello bar one اللي على اليمين ما بتغير من اللي بتغير اللي على اليسار دائما بالاسناد طيب يعطيكم العافية على ساتيكم العافية